جمالة وفيه ولاد بيتفرّجوا ويطلعوا برّا هابو لهم هاي كرلز عملين ايه اي هوب ابيوان يسساف وهلثي وقاعدين في البيت يارب نخلص بقى من القعدة والحبسة اللي احنا فيها دي ويبقوا ان نزبط الكوارنتين والقعدة البيت فيديو النهاردة هيبقى عن How to shave my face عشان كده بقى لما شعري وحنتجننا النهاردة If you're interested please keep on watching ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب please اعملوا سبسكرايب وشغلوا الـ notification bell عشان يجيلك الـ notification كل ما انزل فيديو بديد وfollow me on all my social media accounts كل الـ links هتبقى في الـ description box down below غير كده يلا هنبدأ الفيديو طيب انا النهاردة هستخدم طبعا اكيد اللي اسميتوا عنها كلكم الفلامينجو بريزرس دي اللي هي الاصلية اللي مكتوب عليها made in japan اكيد انا متأكد ان كل سمع عنها انا مش اول مرة اعمل شيفينج لوشي قبل كده استخدمت براند تانية اسمها تينكل او توينكل او حاجة كده مش متأكده كانت كويسة يعني ما كانت اول تجربة لي بس يعني كله كان بتكلم عن ان الفلامينجو احسن بكتير والباتر كواليتي يعني فزي ما انتو شايفين هي مقفولة فانا هفتحها معيكو بس عايزة اعمل لو حبيتوا ان انتو تجربوا الموضوع ده في البيت انا مش مسؤولة عن اي حوادث تحصد اي تتعوري تجراحي نفسك اي حاجة انا مش مسؤولة تشيلي حجبك انا مش مسؤولة خالص هتعملي ده على مسؤوليتك الشخصية ولو انت صغيرة بليز بليز خلي حد كبير يسعدك او يعني يبقى واقف معكي او مامتك او اختك او كده عشان تتأكد انك بتعمليها صح فانا هبدأ افتحها ممكن نقرأ عليها الاول الكلام ده الشفرة المطلية بالراتنج الضوفة علي في حلقة الشعر الرقيقة الناعم اطلاق البلاتيني يجعل الشفرة متينة مش قوميها عند الاستعمال اطويها بعد الاستعمال واخسلي الشفرة بعد الاستعمال للاحتفاظ بعد ذاته ولكن لا تمسحي الشفرة بونف مش طيب خلينا نبدأ كده اكتشي هعمل لكو زوم ان عشان تبقوا شايفين اقرب اللي مش حابب بيزوم ان يعني يحاول بقى يبقى الموبايل او اللابتوب فهنم شوية عشان الموضوع يبقى كده طيب انا عملت زوم ان يارب يكون الاضاءة بس باينة كويس او وشي باين كويس فلاتستارت افتحها طيب ناخد هال purple الاولانية دي او طبعا لازم تبقى غسلى وشك قبل هتعملي الشيفينج علشان الحبيب بقى او الحاجات دي طيب والسؤال هل بنقدر نستخدمها وهي كده او لازم تبقى افروضة كده حنشوف طيب اللي انا بعمله ان انا بامشي حاول ابقى متأكدا ان دوني ابنة بس كده امشي مع اتجاه الشاعر وفي حتة اللي فيها يعني جلد كده بشده سنة وابتدي اخد من فوق تحتهم احاول ان انا مكررش ان انا امشي بيها كده مرة وبالراحة جدا وباخدها بانجل كده شوية يعني ولا كده ولا بالجنب او بانجل كده 45 درجة مثلا وحطتي ان انا امشي عليها بالراحة واحدة واحدة يعني كده بسيطة قد شايف الفرق هيخوف ان الكاميرا تكون جايبة وزي ما انتم شايفين الشافرة بيبقى عليها الفاز ده او اللي بيسمو بيتش فاز انا بعمل واحدة واحدة مش لزا مش يعني مش بشد لجلدي على الاخر اوي برضه عشان مش صح بس هتأكد ان الجلدي مش هيعمل كده مش هيعصلك في سكة الشافرة يعني واحدة واحدة كده واحدة واحدة كده واحلى حاجة في الموضوع ده كمان انه هو بيشيل بجلد الميت واحدة واحدة ما تستعجليش خالص سوريكو بس الفرق بيحوف ان الكاميرا تكون بابة بس وبفضل عمل كده بقفة وش كله او في الاماكن اللي انت حبها تعملي فيها شايفين طبعا لو عندك حباية اكتف بلاش تعملي حوالي خالص وايه بحب بقى اعمله شعنا بيه شايفين فيه ناس مش بتحب عشان بيقول ان هو بيبان عندهم انت لو واحدة من الناس دي براحتك يعني انا مش بيفرق معي ومش بحس ان هو بيبان قوي والحاجات اللي فيها شعر مش باين يعني بتجهلها عشان يعني مش مستهلة اريسك ان انا اتعور او اي حاجة اهم حاجة بجد تاخذ وقتك وما تستعجليش خالص يعني مفيش اي داعي لاستعجال اهم حاجة ما تتعوريش وتجد دروب دون يعني اكتب اجني كل دي علامات يعني ان شاء الله بحاول عليها اشوف لها صرفة هنمزل شوية على دقن باجي هنا فوق بس اشيل شعري ويه باجي انا مش عارف ينفع هنعمل هكذا شوية صعبة هحاولي ما تجيش بس عند حواقبك اي اي عشان قرطي ينشك جبير قوي هيا احس ان انا حاجة على حواقبي اول مرة استعمل دي فانا مش عارفه ما اسهل اعمل بتكفه هكذا تحسوا فيه فرق في لون الجلد اصلا بعد ما تعملوا تحسوا كوب تبيض وكيف حدوك اه وكيف حدوك جميل زي ما يكون فيه خط انتوا شايفينه بجعلت تحس فيه لاير كده وبعد كده من حوالين حواجبي جايل تحت كده كإني بحدد حواجبي خذي بالك لأيدك تتزحلق وتقومي واكلة حاجبي ينصب تعمل ما لخيرها برضو تشيل دات سلس وبعد ما حس ان انا خلصت بحس كلمرية بقى وبتأكد اني وهنا بقى ممكن اجيب الملقاط واشيل بقى اي زياد انا مش عايزة بس وبكده بقى عندنا طبعا اهم حاجة تعملوها بعد قصة دي كلها السكين كير دلوقتي المسان بتبقى مفتوحة وجلدك حساس دلوقتي هتحش ان هو سنسيتايز كده شوية مية ساقعة مية ورد تونرز بس من غير اسد سياريت عشان هتحرقه وشك كده مفتوحة تبقى تبقى غسلاء بكده وعايزة تخسليه تاني مفيش مشكلة لو مش عايزة ممكن تخشي على التونر او الميت الوردة او الميت الساعة والكلام ده وبعد كده الايام اللي بعديها بقى تهتمي بالسكين كير والإكسفوليشن وكل الكلام ده علشان نتأكد ان البورز ما هدخلهاش بقى اشياء عشان ما يعملش حبوب وطبعا زي ما البتاع قالت اخسلوها انا عنافسي هخسلها وكمان ارش عليها سيبرتو او كحول علشان اطهارها ويريت طبعا زي ما قال ان احنا نقفلها كده عشان تتخزن بشهود بس وده كان فيديو النهاردة لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا نوتفكيشن بال وتعملوا لي فولو على كل السوشيال ميدي اكاونت لو حسيتوا ان الفيديو مفيد لكم ما تنسوش تعملوا كمان شير مع اصحابكو ده هيفيدهم جدا وحيفيدني وبس thank you so much for watching I love you and I'll see you in my next video bye وهنا بقى ممكن اجيب الموقع وانت فين وانت فين واشيل بقى اي زيادة انا مش عايزة يا نهوي على كم كمل فز اللي بيقع انا كمان بقالي فترة ما عملتوش فتلاقي الدنيا صعبة عندي شوية ودبالك لقيدك تتزحلق وتقومي وقلع حجبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة